أهلاً ومرحباً بكم في التمرين الخامس عشر وهو التحكم بإضاءة نصباحين كهربائيين من خلال الخلية الضوئية وإضافة إبريزين في كل جهة من جهات التمرين فإلى الشرح المكونات علبة توصيل رئيسية أربعة طرق وعلبتين جانبيتين ثلاثة طرق وخلية ضوئية أيضاً ومصباحين كهربائيين بالإضافة إلى إبريزين كهربائيين ومصدر للجهد الكهربائي يتطلب توصيل المصدر الجهد الكهربائي مع علبة التوصيل الرئيسية ثم توصيل العلبة الرئيسية بالعلب الجانبية أيضاً توصيل الخلية الضوئية بخط إلى علبة التوصيل الرئيسية وأيضاً توصيل المصباحين بالعلب الجانبية وتوصيل الإبريزين بالعلب الجانبية جميع هذه الخطوط تحتوي بداخلها على سلكين عدا كل من الخط الواصل من علبة الواصل إلى الخلية الضوئية فيهتوي على ثلاثة خطوط وهي في العادة أحمر وأسوات وأبيض وأيضاً الخطين الواصلين إلى العلب الجانبية من علبة الواصل يحتوي كل منهما على أربعة خطوط أو أربعة أسلك ستتحكم الخلية الضوئية ذات الحرف A capital letter بالمصباحين A small letter في أعلى التمرين أيضاً سيتحكم كل من الإبريز B capital letter والإبريز C capital letter بالأحمال التي يمكن أن تتصل معهما إلى التفصيل علبة التوصيل الرئيسية علبة التوصيل الجانبية والخلية الضوئية وتظهر فيها الخطوط الثلاثة الأبيض والأحمر والأسود والمصباحين الكهربائيين والإبريزين الكهربائيين بالإضافة إلى مصدر الجهد الكهربائي سيتم توصيل الخط الحار إلى الخلية الضوئية وأيضاً سيتفرع إلى كل من الإبريز في الجهتين سيتصل الخط الأحمر بالخلية الضوئية بالخط الأسود الخارج من الخلية الضوئية سيقوم بتوصيل الخط الأحمر من الخلية الضوئية بالخط الأخضر الراجع إلى كل من المصباحين في الجهتين إذن سيتم توصيل رواجع المصابيح مع بعضهما في علبة التوصيل وتنزيلهما إلى الخلية الضوئية إلى الخط الأحمر في الخلية الضوئية سيتم توصيل الخط البارد إلى الخلية الضوئية إلى الخط الأبيض وأيضاً سيتفرع إلى العلب الجانبية ثم إلى كل من الأحمال الموجودة في الدائرة إلى المصباح في الأيمن وإلى الإبريز في الأيسر أيضاً سيتفرع إلى الجهة اليسرى وإلى المصباح في الأيسر وإلى الإبريز في الجهة اليسرى إذن الإبريز الأيسر قد وصله خط حار وخط بارد والإبريز الأيمن وصله خط حار وخط بارد والخلية الضوئية قد وصلها ثلاثة خطوط الحار إلى الأسود والبارد إلى الأبيض والراجع من المصابيح إلى الأحمر في الخلية الضوئية أيضاً المصابيح كل واحد من هذه المصابيح قد وصلوا خط بارد وراجع من الخلية الضوئية والمصباح الآخر وصله بارد وخط راجع من الخلية الضوئية سيقوم المتحكم A capital letter وهو الخليط الضوئية بالتحكم في المصباحين A small letter سيقوم المتحكم عن البرزين B capital letter وC capital letter بالتحكم بالأحمال المتوقع